حلقة جديدة من مسلسل التهجير القصري المتبع بالأراضي السورية والهدف لتغيير ديمغرافيا البلد تطبق اليوم في حي الوعر آخر أحياء حمصة المحررة حلقة تبعد عشرين ألفا انطلقت أولى قوافلهم اليوم تجاه جرابلوس شمال حلب من أصل أربعين دون أن يرف لمجلس الأمن ولا للمجتمع الدولي أي عين أو أي رمش مسلسل التهجير هذا الذي يجبر هؤلاء على ترك منازلهم وذكرياتهم تحت ركام الحية لم تجدي إزاءه صرخات قوى الثورة ولا اجتماعاتها ولا حتى مقاطعتها بدرئه وما أستان المنصر ما عن ذلك ببعيد المجتمع الدولي كان عاجزا على أن يكون قويا بشكل أن يوقف هذه المجازر المجتمع الدولي تحول إلى برنامج مراقبة لما يحدث في سوريا لم يكن له أي إجراءات فعالة للحد من المجازل التي تحصل على الأرض ولن يكن له أي إرادة لإيقاف حمامات الدم التي تحصل على الأرض ردود الفعل إزاء المجزرة المرتكبة في بلدة الجين شمال حلب تتوالى وهي التي ارتفع عدد ضحاياها حد الخمسين شهيد فيما أدان الجانب التركي المجزرة واصفا إياها بجريمة الحرب وأدان حتى الروس المجزرة وطالب البنتاجون بتوضيحات حول الغارة في الشمال أيضا لكن من الرقة أعلنت الوحدات الكردية انطلاق معركتها المقبلة لتحرير المدينة وذلك مطلع نيسان القادم رغم الرفض التركي الذي خير واشنطن ما بين تركيا وما بين الأكراد على الولايات المتحدة التمريكية تريد إشراق طبعا مجموعة الكردية المحصوبة على هزب الممال الكردستاني أو قوات سوريا الديمقراطية لذلك تركيا تتحفظ على طبعا نية أو خطة على الولايات المتحدة التمريكية لتحرير الرقة غارات ولكن من نوع جديد تلك التي استهدفت بها الطائرات الإسرائيلية مواقع للأسد ليرد الأخير وعلى غير عادته باستهداف الطائرات مدعيا إسقاط إحداها ولينفي الإسرائيليون ذلك وهم الذين توعدوا قوات حزب الله بالاستهداف لتظهر روسيا بمظهر الوصي على سوريا وقد استدعت سفير إسرائيل لديها مستوضحة سبب الاستهداف منه وفيما انطلقت معارك جديدة للحر ضد داعش بالقلمون استهدف الطيران الأسدي كل من قابون دمشق وتمانعة إدلب وأحياء بدرع البلد جنوب البلاد